من خارج كل الأحزاب وبعيدا عن كل مرشحيها قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اختيار هشام لمشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رئيسا جديدا للحكومة خلفا للياس الفخاخ الذي استقال مؤخرا في خضم أزمة سياسية تعصفه بالبلاد وعلى الرغم من أن الدستورة التونسية لا يفرض على رئيس الجمهورية التقيد بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها إلا أن لمشيشي سيواجه تحديا صعبا للحصول على تزكية أغلبية البرلمان لفريقه الحكومي تحدي ليس للمشيشي فقط بل للبرلمان كذلك فالحكومة الجديدة ليس أمامها سوى شهر لتتشكله وتنال ثقة البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات نيابية جديدة وخلال تكليفه هشام لمشيشي برئاسة الحكومة قال الرئيس التونسي إنه يحترم الشرعية لكن الوقت قد حان لمراجعتها حتى تكون تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية في البلاد تصريح يكشف كثيرا عن توجه الرئيس نحو إحداث تغييرات في النظام السياسي القائم في تونس فالرجل يلمح ضمنا إلى أن نسبة انتخابه فاقت سبعين بالمئة في انتخابات الرئاسة العام الماضي وبعدد أصوات فاق أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية في نفس العام وهو بذلك يعيد إلى الأذهان مخترحاته خلال حملة الانتخابية لسيما مقترح الذهاب إلى نظام رئاسي الذي يعزز صلاحيات الرئيس ويحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة الأزمة السياسية في تونس إذن على موعد مع حدث مفصلي بعد أسابيع قليلة فإما أن تتشكل حكومة المشيشي وتنال ثقة البرلمان ومن ثم يمضي الرئيس قدوما نحو محاولة تنفيذ مقترحه لتعديل النظام السياسي وإما أن يفشل المشيشي في تشكيل حكومته أو نيل الثقة البرلمانية ليحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات نيابية جديدة قد تكون الحل وقد تكون بداية مرحلة أخرى من الأزمة في البلاد